بحضور كل من أمين الدولة في الصحة العامة والخارجية ترأس صباح اليوم أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور هسين مسار هسين مناسبة توزيش حدات التخر للدفعة التاسعة من طلبة المعهد الجامعي أفيدي كان ذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين من المسؤولين إضافة إلى أولياء أمور الطلبة فضلاً أن المتؤوين وقد جرت المناسبة بإدارة المرأة التفاصيل لدى محمد عثمان بشير 46 طالباً وطالباً قد أنهوا فترة تدريبهم في مجال الصحة العامة ذلك بعد ثلاث سنوات من الدراسة وتدريب عملي في مهد البيان الجامعي الذي ينتمي إلى مجموعة معاهد معهد تدريب ومال الصحة والعلوم الاجتماعية الذي يعرف بأفيدي وبهذه الخصوص نظمت هذه المناسبة التي حضرها ثلاثة من أعضاء الحكومة بهدف توزيع شهادات لهؤلاء الخريجين وسميت هذه الدفعة التي تعتبر التاسعة من نوعها بدفعة الدكتورة حواء أثمان جامع حيث قدم أمين الدولة في التعليم العالي والبحث والابتكار بهذه المناسبة كلمة أشهد خلالها بجهود هؤلاء الخريجين الآن هذا البلد يتوجه نحو النهضة العلمية نحو النهضة الثقافية ونحو النهضة الاقتصادية وبالتالي العلم هو ركيزة النهضة ووزعت في نهاية هذه المناسبة شهادات للخريجين الذين سيبدأون في مزاولة أعمالهم المهني في مختلف ميادين العمل حيث المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة شكرا